اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام حيث نرسل فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ من أهم العنوة جاء في موقع الهيانت ناحية جلولا بمحافظة ديالة تتعرض لهجوم بقذائف الهواء ونطالع في المدى الدعوة مهدد بثلاثة انشقاقات احتجاجا على تجديد العهد المالك وفي كتابات رغم الإجراءات الأمنية مخدرات إيران تواصل طريقها إلى العراق جاء في البصائر هيئة علماء المسلمين تزر بيانا حول العملية العسكرية في قضاء الطارمية ونطالع في الشرق الأوسط انسحاب نامريكي مفاجئ من الرتوة ونطالع في القدس العربي مشروع أمريكي تقرير مولر به أدلة على ارتكاب ترامب جرائم تستدعي عزلة ونتصفح وخيرا وليس آخرا في العرب الجديد اجتماع أزمة في بريطانيا بشأن الناقلة المحتجزة في إيران أهلا بكم جاء في العرب اللندنية النظام الإيراني مهما تبختر وتجبر آين للسقوط فهل يسارع الرؤساء الثلاثة في العراق إلى القفز من السفينة الماضية إلى الغرق في مياه الخليج هذا مقال للكاتب إبراهيم الزبيد في صحيفة العرب اللندنية فبغض النظر عن الجهة التي قامت بضرب معسكر الشهداء في صلاح الدين وعن الدوافع التي جعلتها تنفذ الضربة فإن الرصاص الذي أطلقته الطائرة المسيرة على مجاهدي الحرس الثوري وحزب الله والحجر الشعبي كان أولا الذين اخترق صدورهم وجرح كبرياءهم ومرغ هيبة مناصبهم بالأسوأ من التراب هم الرؤساء الثلاثة الذين يفترض فيهم أنهم عراقيون وأنهم وطنيون لا يقبلون أي مساس بالسيادة الوطنية من قبل أي جهة خارجية وبأي عذر كان والحقيقة أن الشعب العراقي وشعوب الدول المجاورة وشعوب أخرى عديدة في الكرة الأرضية توقعت أن يسارع الرؤساء الثلاثة إلى إعلان استقالتهم الفورية احتجاجا على ما تفعله إيران بدولتهم وشعبهم وخصوصا تصميمها على الزج بالشعب العراقي في حرب لن تعود عليه إلا بمزيد من المصائب والخراب وهو الذي ليس له فيها ناقة ولا جمل وسواء رضوا أو لم يرضوا فإنهم بعد ضربة معسكر الشهداء في صلاح الدين لم يعودوا الرؤساء ولا وطنيين في نظر الشعب العراقي والعربي والعالم بل أثبتوا بسكوتهم عن هذه الفضيحة أنهم موظفون مستأجرون فقط لتنفيذ ما يطلبه منهم السيد الإيراني ووكلاؤه وخدمه المحليون يقول الكاتب فلا حاجة لنا هنا لتكرار القول بأن النظام الحاكم في إيران أصبح يتصرف بقلة صبر وعصبية وعناد هذا بالضبط ما فعلته قبله في آخر أيامها أنظمة ديكتاتورية متخلفة فذاقت المرة وأصبحت في ذمة الله فدون شك من اعتماده التاريخ سياسة التحرشات الصغيرة الخائبة الفاشية دليل ضعفه وتهافته وقلة عقله وتدبيره وإشارة إلى أنه مختنق فلماذا هم مختنقون معه إذن؟ وساكتون ولا يستقين القابضون على السلطة هم المتحكمون في التشريعات الانتخابية يسطروها على وفق مقاساتهم بغية احتلال المقاعد التمثيلي مع ديمومة البقاء فيها وهذا ما هو مطبق فعليا لدينا منذ 2005 إلى يومنا هذا وهذا ما يفسر تحديث التشريعات الانتخابية في كل دورة انتخابية تحدث سواء كانت لانتخابات مجالس النواب أم لانتخابات مجالس المحافظة مقانون الكاتب هادي عزيز في صحيفة المدى معلوم أن العراق ينفرد في تغيير القوانين الانتخابية أو تعديلها مع كل دورة انتخابية خلافا لقوانين الدنيا المناظرة لذلك فمن القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة مرورا بطريقة هوندت إلى سانت ليغو الأصلية ثم المشوة فضلا على العديد من النصوص التشريعية ذات الصلة المحكوم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الاتحادية العليا تلك التشريعات التي انعكست آثارها سلبا على المواطن العراقي في عيشه وحريته وحقوقه بسبب التجليس في المقاعد التمثيلية لأشخاص ساهموا بشكل فاعل في الوصول إلى الأوضاع التي نحن فيها إن المقصود من تطبيق طريقة سانت ليغو الأصلية في احتساب الأصوات هو للوصول إلى العدالة في ذلك الاحتساب أولا وعدم الاعتداد بحد العتبة الذي تطبقه طرق احتساب أخرى إذ أن المرشح الحاصل على أعلى الأصوات يحوز المقعد التمثيلي يليه الأعلى من بعده وهكذا حتى الوصول إلى جميع المقاعد التمثيلية في المنطقة الانتخابية وبهذه الطريقة يمكن مشاركة الأحزاب الصغيرة في العمل السياسي باعتباره تطبيقا للمبدأ الدستوري المنسجم مع المادة العشرين من الدستور الذي أعطى للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في ذلك حق التصويت والانتخاب والترشح بدلا من جعلها حكرا على الأحزاب الكبيرة التي تجيد البقاء في السلطة المقترح الموجود حاليا في مجلس النواب لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المتضمن وضع نسبة 9.1% يعني تشويها لسانت ليغو وإخراجه من التطبيق ويحول بشكل مطلق من وصول المنادين بالدولة المدنية وسيادة القانون إلى المقاعد التمثيلية ويعاد تدوير نفس الوجوه السابقة المدعومة بالزبائنية ويحول دون أن يحدث أي تغيير في المشهر السياسي وذلك ببقاء الحالي على حاله لتستمر حالة الخراب في المجتمع في مقطع فيديوي قصير نشير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باهر مجموعة من الشباب في محافظة البصرة يطاردون بالهتفات متظاهرين من أتباع تيار الحكمة بينهم وجهاء عشائر ويصفونهم بعبارات لو سمعها أي مواطن لكان قد أعلن الصيام عن الخروج من منزله واكتفى بأن يكون حبيساً لغرفته طبعاً بسبب الصفات التي أطلقت عليهم من قبل متظاهرين لا ينتمون إطلاقاً بأي طرف سياسي معين عن مظاهرات عمار الحكيم كتب حسن حامد سرداح في موقع كتابات لكن ما حصل في تظاهرة تيار الحكمة يوم الجمعة كان نتيجة معروفة للجميع فقاعدة التيار الذي يتزعمه سيد عمار الحكيم لا تمتلك القدرة على تنظيم تظاهرة أو تجمع مليوني في أربع عشرة مخافظة كما روجت قيادات التيار التي تتحمل مسؤولية المهزلة والحرج الذي وضعت نفسها فيه مع زعيم تيارها السيد عمار الحكيم لكونها اعتمد على شخصيات متسرعة في اتخاذ القرارات وتعيش أحلام القيادة منذ أيام المجلس الأعلى الإسلامي فتلك الشخصيات عملت على إيصال صورة مزيفة على نتائج التظاهرات وتأثيرها في الرأي في حين تجهلت عن عمد الأوضاع في مخافظة البصرة وغضب المواطنين من التجربة السابقة لتيار الحكمة مع مخافظها السابق ماجد النصراوي والذي غادر منصبه هاربا لتضع السيد عمار الحكيم أمام نتائج وهمية جعلته يتخذ موقفا رافضا لجميع المطالبات التي دعته للتراجع عن التظاهرات أو تأجيلها على أقل تقدير نعم معارضة تيار الحكمة كانت تبحث عن خطوة أولى لمنح معارضتها صفة جماهيرية تستطيع من خلالها أداء دور المدافع عن حقوق المواطنين لكنها في الحقيقة فقدت أهم عناصر مقاومات المعارضة وهو الابتعاد على المناصب التي ينظر لها بأنها مناصب للحصول على الأموال وجمع الثروات على حساب المواطنين الخلاصة إذن إن السيد عمار الحكيم كان بإمكانه الابتعاد كل البعاد عن الحرج الذي وقع فيه أو الانتحار السياسي الذي خلفت تلك التظاهرة لو استمع للرسالة التي بعثها رئيس الوزراء عاد العبد المهدي قبل ثلاثة أيام على انطلاق التظاهرة والتي حملت في مضمونها وعنوانها تحذيرات من فراغ سياسي جاء في شاق الأوسط حولت إيران خلال الشهرين الأخيرين شد قميص الولايات المتحدة عبر استفزازات يومية سواء بالتصريحات النارية الفارغة من قبل المسؤولين الحكومين وقادة حرس الثورة والمرشد نفسه أو بالتحرش بسفن تجارية وموانئ خليجية وطائرة استطلاع أمريكية حديثة أو حتى محاولة تسلل ناقلة نفط إيراني عبر مضيق جبل طارق إلى أحد الموانئ السورية مقال للكاتب داود الفرحان في صحيفة الشرق الأوسط النظام الإيراني نظام شرير ومارق وخارج عن القانون الدولي ويطبق على أراضي كل تلك الدول نظريات استعمارية عتيقة تصورنا أنها صارت جزءا من التاريخ الأسود لدول الاستعمار القديمة فالسفير الإيراني في بغداد يلعب دور المندوب السامي البريطاني الذي قرأنا عنه في روايات منقبة الأثار البريطانية المسبيل التي كانت في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي تقرر مصير العراق الملكي وهذا السفير المتغطرس لم يدع وزارة سيادية واحدة في العراق دون أن يزورها ويفرض طلبات بلده عليها متجاهلا أن الباب الشرعي الوحيد أمام أي سفير في أي بلد هو باب وزارة الخارجية بل إنه يقوم بزيارات ميدانية لدوائر وزارة الداخلية ومعسكرات الجيش العراقي في المحافظات في الوقت الذي لا يسمح له فيه النظام الإيراني نفسه بدخول مقر صغير لحرس الثورة الإيراني في بلده لأنه لا يقع ضمن اختصاصاته وهذا الأمر ليس شاذا داخل إيران نفسها فمن حق الملالي وحدهم التدخل في شؤون إيران عملا بتوجيهات وصلاحيات ولاية الفقه ويتعامل الملالي مع الوزراء في بلادهم كأنهم موظفون تحت سيطرتهم وهذا هو واقع الحال مع رئيس الوزراء إلى كل الوزراء وبضمنهم وزير الخارجية الذي ينفي اليوم ما صرح به أمس الكاتب يقول تسعى طهران في ذلك إلى اختبار فعالية الخط الأحمر الذي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً إذا ما حاولت إيرباك حركة الملاحة الدولية سواء في مضيق غرمز أو في باب المندب أو الموانئ والمنشئات البحرية الأخرى وحتى القواعد الأمريكية القريبة والسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغدادة لا يحتاج القارئ إلى مزيد من المعلومات حول ما تفعله الصين بحق مسلمها بخصة أقلية الأويغور لذلك لا نرى حاجة لإيراد معلومات حول ما يجري على هذا الصعيد فالقصة باتت معروفة ومتداولة على نحو يومي في العالم برمته وفيها من البشاعة الكثير إذ يتعرض المسلمون الصين إلى عملية محو لهويته والأسوأ من ذلك أنه لا يتم عبر القوة الناعمة والتدريجية كذلك بل عبر الأشرس أنواع القمع التي تتمثل في احتجازهم مثلاً في معسكرات احتجاز وتعذيب رهيبة وفصل كثير منهم عن أطفالهم هذا مقال للكاتب ياسر الزعاطرة في موقع عربي 21 مؤخراً تابع العرب والمسلمون موقفاً بالغ الغرابة حيال ما يجري لمسلمي الصين ففي حين أصدرت 22 دولة أغلبها غربية بياناً يدين الصين بسبب قمعها للمسلمين فوجئ الرأي العام ببيان مقابل وقعته 37 دولة يناصر الصين وينفي قمعها للمسلمين في تشينج يانج بل يؤيد سياستها في الإقليم وكان من بين الموقعين عدد من الدول العربية والإسلامية من بينها السعودية وقطر والكويت وعمان والإمارات والبحرين والجزائر وسوريا واللافت أنها كانت بجانب روسيا وكوريا الشمالية كما حضرت باكستان من الدول الإسلامية لا نحتاج إلى كثير من التحليل كي ندرك أن مواقف الدول العربية والإسلامية التي وقعت البيان ليست مناهضة لمسلمي الصين وهي تتمنى لو لم تكن القضية مطروحة أصلاً لكنها فعلت ما فعلت خوفاً من الصين كقوة كبرى صاعدة ربما تغدل أقوى في غضون عقود قليلة وربما أقل من ذلك لا سيما أن موقفاً كهذا لن يستوقف أمريكا ولن يغضبها كأمة نمر بمرحلة عصيبة إذ أن موقف القوى الثلاث الكبرى التي تتنافس في المشهد الدولي لا يزال مناهضاً لأشواق شعوبنا في الحرية والتحرر كما أن لها مواقفها المناهضة للإسلام كدين فاعل في حياة الناس إذن يتعرض مسلم الصين إلى عملية محو لهويته يقول الكاتب إن نشرة قضايا المسلمين ولو بكلمة أو بتغريدة خير من الصمت وإذا كانت الأنظمة مقصرة بقز أو بدون قز فإن التفاعل الفردية والشعبية يظل بليلاً معقولاً مطالع في العرب الجديد ترامب تماد هذه المرة حينما طاولت تغريدة له عنصرية أربع نساء من الحزب الديمقراطي وهنا عضوات في مجلس النواب الأمريكي ووصل به الأمر إلى حد مطالبتهن بالعودة إلى بلادهن وجاءت تغريدة ترامب هذه بعد يوم من إعلان إدارته عزمها على القيام بحملات مدهامة ضد المهاجرين غير المسجلين ما يعني أن الأمر ليس واحدة من شحطات ترامب كما يصفها الكاتب أو من زلاته لسانه بل تعمد استهداف كل من إلهان عمر ورشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وأينا بريسلي العضوات المنتخبات الأربع المعروفات في مجلس النواب هذا مقانون للكاتب عمر كوش في صحيفة العربي الجديد ولعل السؤال المحير والذي يطرح في هذا السياق كيف تعلو نبرة الخطاب العنصري للرجل الأبيض وتوظف سياسيا في البلد الأعظم الذي يرفع راية الدولة الأكثر تقدما وديمقراطية وتسامحا في حين أن رئيسه يبني خطابه على عنصرية بيضاء مع كل موسم انتخابي والمحير كذلك ما يراه بعضهم أن ما يدعم لجوء ترامب إلى عنصريته البيضاء هذه دخول الولايات المتحدة سنة انتخابية ساخنة فيجدون هذا الأمر مبررا للإفصاح عن عنصرية ممزوجة باحتقار قيم التسامح والعدالة وحقوق الإنسان وبكراهية للنخب السياسية والأحزاب ومؤسساتها في وصفه الرجل الأبيض القوي الذي من حقه حكم البلد الأقوى في العالم على الرغم من أنه شديد الفضادة والسوقية والشعبوية حتى في استخدام المصطلحات والتشبيهات ويصدر عن نازعة عنيفة ولا يتردد في الإفصاح عن تمسكه بقيم شديدة المحافظة والرجعية وبات اليوم حاكما لأكثر دولة تمسكا بالديمقراطية التمثيلية وبقدر ما ينهل الخطاب العنصري لديهم من خزان رمزي يكثف الوجداني والعقدي والقدسي فإنه يتبلور في شكل تدافلات وإجراءات ومعارك غابرة يستند خطاب ترام العنصري إذن الذي يقترب كثيرا من الخطاب الشوفيني والنازي بل ويشبهه تماما إلى رؤية تتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم حيث أصحاب بشرة اللون الأبيض هي المحببة لديهم والمتفوقة على غيرها من الألوان في عنصرية فاقعة تنهض على بطريركية بيضاء صافية كما يصف الكاتب وبالتالي على جميع عضوات مجلس النواب الملونات وسواهن عدم تحدي فوقية الرجل الأبيض المتمثل بالزعيم ترامب والركوع أمامه اعترافا بتفوقه الزاق وأرضاء لغروره المخالحة أعلن علماء من جامعة كولومبيا البريطانية أنه قريبا سيتمكن الأشخاص من تغيير فصيلة الدم وعثر العلماء على نوع من البكتيريا تستطيع تغيير فصيلة الدم حيث بفضلها يمكن إنقاذ حياة الأشخاص الذين يمتلكون فصيلة دم نادرة أو مغايرة وقام العلماء أولا بإجراء التجارب المعتادة على أحد أنواع البكتيريا ومن ثم تفاجأوا بقدرتها الهائلة على تحويل فصيلة دم وكانت هذه البكتيريا موجودة فيها القولوم داخل جسم الإنسان ووجد العلماء أن البكتيريا قادرة على تحليل التركيبات المعقدة للسكريات إلى عناصر بسيطة بسهولة ولهذا السبب بالتحديد يتم تغيير زمرة الدم قال رئيس شركة هواوي إن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على شركته هو بداية تخلف الولايات المتحدة عن الرقم وإنها لن تستطيع اللحاقة بتكنولوجيا الشركة المتطورة وهم لن يبيعوها لهم هذا ما قالوه وفي هذه الأثناء يعقد البيت الأبيض اجتماعاً يحظره مسؤولون في مجال البرمجيات لمناقشة حظر الولايات المتحدة على مبيعات شركة هواوي واجه حديث رين زهنغفي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي مع موقع ياهو المالي في مقابلة استمرت لمدة ساعة موضحاً خطط الشركة لإدارة الأزمة مع الحكومة الأمريكية ومفسراً في نفس الوقت النواية الكاملة وراء تلك الإجراءات هذا وقال رين إن هواوي عانت في أول أسبوعين بعد الحظر وذلك بسبب المخاوف من استبعاد نظام التجريد مضيفاً أن الشركة قادرة تماماً على التخلص من اعتمادها على الولايات المتحدة في المنتجات الأساسية متابعة ممتعة مع الكركاتور موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة